أشكر السيد رام النمر على تأسيس هذه الدار المتميزة في خدمة الثقافة والفن وعلى حفاوته وكلمته الفاضلة كما أتقدم بالشكر إلى الصديقة ليلى شهيد التي قامت بتنسيق هذه المناسبة تعبيرا عن دعمنا لصديقتنا المشتركة نادي حجاب في عملها الدولي في مجال الإعلام والتحليل السياسي حول قضية فلسطين وفي هذه المناسبة أود أن أشكر كافة الأصدقاء الذين يسعدني رؤية وجوههم مجتمعين لأول مرة في هذه القاعة بعد سنوات الطوال من غياب كل مننا عن الآخر والشكر الجزيل أرفعه إلى كل من العاملين في دار النمر على تنظيم هذه الأمسية الخاصة التي أتشرف فيها بحضور كل منكم في عصر نار راهن الذي تميز بالاقتلاع والتهجير وبانفتاح آفاق التواصل في الحياة اليومية كما في كافة ميادين الفكر والإبداع الفني هل يمكننا أن نصيغى جمالية عربية معاصرة جديرة بتحديات الحاضر؟ كيف نبدأ في قراءة هذه التحديات في ضوء ما نمتلكه من معطيات الانفتاح بحيث نستجيب الاستجابة الحق في بلورة أصالة معاصرة تعزز فضاء التحاور مع الأصالة التي تميز بها تراثنا الحضاري؟ هذه هي الأسئلة التي سأحاول الرد عليها بناء على تجربة ما يزيد على نصف قرن من الحياة والعمل الفني خارج الوطن العربي وفي تجوالي حول موضوع جماليات الشفافية في تراثنا الحضاري انطلاقا من مساهمة فنية لتناولت هذا الموضوع خلال السنين الأخيرة أرجو أن تسنح الفرصة كي نعيد النظر في التداعيات التي تنجم عنها الشفافية في حياتنا اليوم الشفافية وما في فضاء المرئيات من التباسات بصرية هما موضوعاني آسيران لم يتوقفا عن إثارة اهتمامي كرسام فبالنسبة لي كاد أن لا يختلف النظر عبر طبقتين لونيتين عن الإحساس بتذكر مكان ما أثناء وجودي في مكان آخر كتب جون بيرجر يبدأ تشكيل الصورة الفنية باستنطاق مظاهر الأشياء وسياغة العلامات وإذا اعتبرنا المظاهر بوصفها حدودا فلا بد من القول أن الفنانين يبحثون عن رسائل آتية مما وراء المرئي وهذا ليس لأن كل الفنانين أفلاطنيا نزعة بل لأنهم يمعنون النظر وبالتالي فإنه من الأفضل للمشاهد أن يقصد استنطاق العمل الفني أن لا يسعى نحو معرفة إلى أين تفضي الصورة الفنية بل إلى معرفة من أين تأتي في هذا العرض سأركز على ما يدعوه بيرجر ما وراء المرئي وذلك في صياق الحديث حول متوالية لوحات فنية وصلت العمل عليها خلال السنوات الأخيرة أما فكرة هذه المتوالية فقد ولدت في مدينة صغيرة في جنوب فرنسا تطل على البحر الأبيض المتوسط في تلك الزاوية من العالم حيث أقمت 15 عاماً أمعنت خلالها النظر في الشفافيات المائية وتحولات الألوان في مياه البحر ذاته الذي رأيته للمرة الأولى وأنا طفل حين اعتادت أسرتي على مغادرة القدس لقضاء أصيافها في يافا وقد تم تحقيق متوالية اللوحات هذه في برلين ضمن مجموعة اتخذت شكل خمس لوحات ثلاثية التكوين إن أول خطوة من خطوات إمعان النظر فيما وراء المرئي الذي يذكره بيرجر لا بد أن تقود للمشاهدة إلى الصفر بين طبقات الألوان الشفافية وبالنسبة لي فإن الرحلة البصارية هذه تشبه ذكر أصفاري طوال الخمسين عاماً الأخيرة من حياتي في المنفى إدوارد سعيد خير من وصف هذه التجربة حين كتب تمتلك غالبية الناس وعياً بثقافة واحدة وبيئة واحدة ووطن واحد بينما يمتلك المنفيون وعياً بإثنتين على الأقل وتؤدي تعددية هذه الرؤية إلى نشوء وعياً بأبعاد متزامنة أو وعياً طباقي باستعارة تعبير كونترابونتل من عالم الموسيقى وهكذا بالنسبة لأي منفي تمارس عادات العيش أو التعبير أو النشاط في البيئة الجديدة على خلفية ذاكرتها في بيئة أخرى ولهذا تفعم كلتا البيئتين القديمة والجديدة بفاعلية وحيوية تباقية أما صفري بين الشفافيات فقد بدأ بصحبة وعياً طباقي الذي سبق ميلاد متوالية اللوحات التي منحتها اسم بلقيس وذلك تيمناً باسم ملكة سبأ وحكاية لقائها بالملك سليمان التي كانت مصدر إلهام في تأسيس جماليات الشفافية في تاريخ الفن العربي والإسلامي وللتوضيح سأتتبع الكيفية التي بعثت فيها قصة ملكة سبأ في القرآن النواة التجريدية في تراثنا الثقافي والفني وذلك من أجل استحضار الطريقة التي تحدد بها اللقاء بين رواد الرسم التجريدي في أوروبا والفن العربي والإسلامي وما لهذا اللقاء من علاقة بعمل الفني في عام 1949 كتب الفنان السكويسري ماكس بيل من الممكن تطوير أي فن على أساس التفكير الرياضي البحث كان ماكس بيل قد تتلمد على يد الفنانين كوندينسكي وبول كلي في مدرسة الباوهاوس في ألمانيا أما صدور هذه المقولة في منتصف القرن العشرين فإنه يعكس عمق المدى الذي وصله التجريد في الفن الغربي إثر لقائه بالفن العربي والإسلامي فيما كانت عوامل أخرى تمهد الطريقة أمام القطيعة مع الماضي فمنذ عصر النهضة الإيطالية وحتى منتصف القرن التاسع عشر قامت لغة التصوير الفني في أوروبا على أساس التعبير التشخيصي للمرئيات من خلال محاكاة الوهم بالفضاء وذلك بواسطة ما عرف بالرسم المنظوري ولكن منذ مطلع القرن العشرين تواجدت عوامل عجلت بالمسائلة الجذرية لهذا التراث الأوروبي حتى تجاوزه ما أصبح يعرف باسم الفن التجريدي واليوم يتفق مؤرخو الفن الحديث على أن عام 1910 هو العام الذي اتفق مؤرخو الفن عليه بولادة فن تجريدي خالص وذلك لأن الروسي المولد فازيلي كوندينسكي ابتكر في هذه السنة بالذات أول لوحة تجريدية في تاريخ الفن الأوروبي كان كوندينسكي أنذاق يعيش في مدينة ميونيخ وبمناسبة الاحتفال بمئوية المهرجان الشعبي أكتوبر فاست عام 1910 شهدت ميونيخ أطخم معرض للفن الإسلامي في أوروبا عرضت فيه آلاف القطع الفنية أما عنوان المعرض فقد كان روائع الفن المحمدي وعلى الرغم من تعرض مصطلح محمدي لنقد عنيف في مقالة صحيفة ألمانية أنذاق على أساس أن المسلمين لا يشيرون إلى أنفسهم بوصفهم أتباعا لرسول الله كما يفعل المسيحيون بالإشارة إلى أنفسهم بوصفهم أتباعا للمسيح كان المعرض أول مناسبة يعرض فيها الفن الإسلامي على أساس خاصيته الفنية ووضعه على قدم المساواة مع روائع الفن الأوروبي ومن هنا تضمن عنوان المعرض كلمة مايستربيرك أي روائع ومع الترويج الواسع للمعرض توافد فنانون من كل أنحاء أوروبا على ميونيخ لمشاهدته وكان الأبرز بينهم بول كلي قادما من بيرن وأوري ماتيس قادما من باريس وترونه في هذه الصورة الفوتوغرافية مع الزقاء في مهرجان أكتوبرفست بميونيخ عام 1910 وقد ترك المعرض أثرا عميقا على كل الفنانين بحيث قام كلي بعده برحلة إلى تونس بينما سافر ماتيس إلى المغرب والأندلوس أما بالنسبة لكوندينسكي الذي كان قد قضى ثلاثة شهور في تونس قبل افتتاح معرض ميونيخ كما بقي المعرض على مرمى حجر منه طيلة ستة شهور فلابد أن التجريد في الفن الإسلامي قد ذكره بالتجريد الذي تشربه عن طريق الأيقونات الروسية التي نشأ على مشاهدتها كهذه الأيقونة للقديس جور في القرن الخامس عشر التي ألهم موضوعها عدداً كبيراً من اللوحات التي كرسها كوندينسكي لهذا القديس كما في هذه اللوحة شبه تجريدية له وهذه اللوحة التي رسمها بعد مرور عام على إقامة معرض ميونيخ للفن الإسلامي في تلك السنة نشر كوندينسكي كتاباً عنوانه الروحيني الروحانية في الفن ظل يعتبر حتى اليوم الكتاب الذي أرسى الأسس النظرية في الفن التجريدي في هذا الكتاب لخص رأيه بأهمية التكوين الهنسي كالتالي إن تأثير الزاوية الحادة لمثلث على دائرة تنجم عنه طاقة لا تقل عن طاقة أصبع الله وهو يلمس أصبع آدم في لوحة ميكي العنجلو من هنا سأحدد الطابع الهندسي في الفن الإسلامي بصفته يمثل جوهر خصائصه التعبيرية التي كانت مصدر إلهام لأعمال الفنية كرسام معاصر وهنا أستخدم كلمة معاصر وفي ذهني تعريف الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن الذي كتب المعاصر هو أمر يباغط عينيه الشعاع العتمة التي ينبثق من قلب زمنه إنه القادر على اختراق الزمن والقيام بتحويله في علاقة بينها وبين الأزمنة الأخرى ويخلص إلى القول معنى أن نكون معاصرين هو أن نعود إلى حاضر لم نكن فيه أبدا ولكوني منعت طوال نصف قرن من حق في الحياة في البلد الذي ولدت فيه بات الرسم مكان إقامتي حيث يمكنني تكريم القدس التي نشأت فيها على تعايش فنون جاءتنا من أزمنة أخرى كفن الأيقونة البزنطية والفن الهندسي في الإسلام وعن طريق الرسم سعيت إلى تحويل القراءة الجمالية في هذين التراثين الشقيقين واستخلاص ما يجمعهما من علاقة بزمننا تلك هي الكيفية التي أدعو المشاهدين ببسطتها إلى العودة إلى حاضر لم يكون فيه أبدا في متوالية بالقيس التي اتسمت بلغتها الهندسية وألوانها الشفافة تجتمع لمحات جمالية مستخلصة من هذين التراثين الشقيقين وفي حين أن موضوعها انطلق من مصدر قصصيا في القرآن الكريم تم تجسيد مكوناتها الهندسية بناء على سيقة رياضية عرفت قبل الإسلام تتحدث القصة المذكورة عن سورة النمل في سورة النمل عن أول لقاء بين الملك سليمان وملكة سبا التي عرفت في الحكايات باسم بلقيس وحسب القصة المتوارثة قام الملك سليمان سعيا منه إلى كسب الملك الوثنية إلى ديانته التوحيدية بدعوة بلقيس إلى زيارة قصره الذي رسفت أرضيته بالبرور فالتبس الأمر على الملكة القادمة من اليمن وحسبت أن ما أمامها لجة ماء بسبب شفافية أرضية القصر فرفعت طرف ثوبها لتتجنب البلل وهنا تدخل سليمان وصحح خطأ إدراكها وأخبرها أن الأرض مرصوفة ببلور صلب وفورا أعلنت بالقيس إسلامها لرب سليمان في هذه المنمنمة من مخطوطة الطبري صور رسام من القرن العاشر الأمواج المائية تحت البلاط البلوري في قصر سليمان وهكذا اتخذ ملوك العرب المسلمون من بغداد إلى قرطبة وصف بلاط قصر سليمان نمولجا لدمج عنصري البلور والماء في معمار قصورهم كما يظهر في الشضايا المتبقية من أرضية بلورية من قصر الرقة في سوريا من القرن الثامن وأخذ وأخذ شعراء البلاط الذين أسر ألبابهم جمال الجمع بين البلور والماء في قصور سلاطينهم بتشبيه هذه الروائع المعمارية بقصر سليمان البلوري حيث توهج الفضاء المعماري بالشفافية من خلال لمعاني الجدران المكسوة بالزليج والانعكاسات في برك الماء المحيطة بالقصور وباثم هذه المحسوسات البصرية من أهم المميزات الجمالية في فن المعمار الإسلامي كما نرى في باحة الرياحين في قصر الحمراء من القرن الرابع عشر في غرناطة وفي تاج محل من القرن السابع عشر في الطرف الآخر من العالم الإسلامي كما في باحة مسجد نصر الملوك في شيراز من القرن التاسع عشر والملفت للنظر أن خاصية التماثل التي تميزت بها هذه العمائر بالإضافة إلى نعكاس صورها في الماء تنتج التماثل الرباعي الجهات القائم في قلب كل تصميم من الرقش الزليجي الشائع في التراث المعماري في الأندلس كما يشهد هذا الرقش النموذجي من أحد قصور الحمراء بالإضافة إلى كسوة الجدران بالزليج الذي يعكس ألقى الضوء واستخدام البلور والماء كثيراً ما كانت تسقل أرضيات باحات الأماكن الدينية بحيث يملس سطحها الرخامي إلى درجة يذكر لمعانها بالانطباع البصري الذي يخلقه السطح المائي كما نرى في باحة المسجد الكبير في دمشق القرن السابع وفي باحة مسجد القراويين في فاس القرن التاسع وفي باحة المسجد الكبير في حلب القرن الحادي عشر أما هذه السمة المعمارية التي ظهرت أولاً في العهد الأموي فقد قيد لها أن تنتشر حتى الشرق الأقصى كما نرى في أرض هذا المسجد الاندينيسي من القرن التاسع عشر ومن الأمور الغامرة بالإيحاء والداعية إلى التأمل أن سطح الأرضيات المتلألة في الأماكن الإسلامية له ما يناظره جمالياً في الكنائس البيزنطية ولكن مع اختلاف يتمثل في مرجع المجاز ودلالاته ففي حين اهتبر التوهم بمشاهدة سطح الماء قد قاد الملكة الوثنية إلى اعتناق ديانة سليمان كما ورد في الآية الكريمة كانت أرضيات الكنائس البيزنطية اللماعة تلمح إلى ثبات إيمان المؤمنين فبمجرد الوقوف على أرض الكنيسة المرسوفة بالبلاط الرخامي الذي يتموج بالعروق المرمرية استعاد المؤمن ذكر أمواج البحر وبقوف المسيح على وجه الماء في بحر الجليل فيما غاصر رسوله بطرس في الأمواج إثر تقلق لإيمانه كما صورته المنمنمات والأيقونات البزنطية من هنا وفرت الأرضية الرخامية في كاتدرائية آياسوفية منذ القرن السادس النموذج الأولي لجماليات البزنطية والمجاز المطمئن للمصلين الواقفين على أرضية طالما شبهت ببحر متجمد أو كما وصفها الرحالة الفلورنسي برناردو بن بونسينيوري في القرن الخامس عشر بصفتها سيتاماريزاتا أي حرير بحري بعد رؤية هذه النماج من السوى المتمثلة لسمات جمالية راسقة في التراثين البزنطي والإسلامي سأنتقل الآن إلى الصيغة الرياضية التي استعرتها لإنشاء قطع فنية غايتها مخاطبة ما ينشأ عن الشفافية والالتباسات البصرية في مرئيديات الشكل الهندسي عرفت هذه الصيغة التي وظفتها في متوالية لوحات باسم متتالية أرقام في بوناتشي وكما ترون في هذا الجدول تتوالى الأرقام في هذه المتوالية وفق نظام معين يمثل كل رقم مدرج مجموعة الرقمين السابقين عليه في متوالية اللوحات التي تحمل عنوان بالقيس اقتصر استخدامي لصيغة في بوناتشي على تركيب من فئة A وفئة B من المتتالية وجدير بالذكر أنه يرجع أصبت ثالث الأرقام هذه إلى صيغة رياضية نشأت في بغداد القرن العاشر وكان واسطة هذا الانتقال الثقافي إيطالي عرف باسم ليوناردو في بوناتشي تولى والده التاجر إدارة محطة تجارية في ميناء مدينة جزائر تمتد مسالكها حتى القسطنطينية وخلال الصفر مع والده لمساعدته في شؤونه التجارية أدرك الشاب أن اعتماد نظام الترقيم الذي يستخدمه التجار العرب عملي أكثر من استخدام المعداد اليدوي والترقيم الروماني ونشر في مخططته التي ظهرت في مطلع القرن الثالث عشر ما تعلمه في تنقلاته بين بلدان البحر الأبيض المتوسط وبذلك عمم استخدام ما تعرف اليوم بالأرقام العربية وفي هذه المخطوط نفسها قدم المتتالية الرقمية التي سترتبط باسمه هذا وقد لوحظ أنه يمكن تتبع وجود متتالية أرقام في بوناتشي في مختلف حوامل النمو في الطبيعة كما يظهر ذلك بشكل جلي في خطوط المحار الحلازونية وفي نظام وتوزيع البذور في ظهرة دوار الشمس وغيرها من أوراق النبات ولأن عرف علماء الرياضيات الهنود متتالية هذه الأرقام منذ القرن السادس إلا أن علماء عرب قاموا بتطوير هذا النظام إلى مدى أبعد في القرن العاشر باستخدام في مجال الهندس في مجال الهندس التطبيقية وقد ذكر عدد من الباحثين أن رسائل كالتي كتبها أبو بكر الكرخي وأبو الوفاء البرزجاني التي شكلت دليلا مرشدا للصناع فيما يتعلق بهندسة العمائر لابد أنها كانت من بين مصادر في بوناتشي الأصلية ولكن المثير للانتباه أن نجد داخل قبة مسجد الصخرة في القدس التي هي أول معلم معماري من معالم العمارة الإسلامية أحد أقدم الأمثلة على تطبيقات ما دعيت باسم متتالية أرقام في بوناتشي ففي هذا المعلم المعران المعماري المبني في نهاية القرن السابع يتخذ الرقش في قبته من الداخل بنمطه المشع من المركز أشكالا تتماثل فيها تويجات الأزهار التي تولد انطباعا بتوالي حركة دائرية تستعيد ما يدعى تنظيم ما يدعى بتنظيم في بوناتشي ويمكن ملاحظة هذا التعاقب المتدرج لنموذج الحركة اللولبية ذاتها داخل قباب المساجد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي أما ما يحث على الاهتمام فهو أن قلب الإنشاء الزخرفي للحركة اللولبية في طابعها الشعاعي المشبع بالتساوق الذي توج فضاء أول معلم معماريا في الإسلام يقوم بالدرجة الأولى على مبدأ التساوق ذاته الذي يقوم عليه تفصيل معماري دقيق مثل هذا المثال من الرقش على جدار في قصر الحمراء المبني بعد سبعة قرون فقد تتأسست كافة تفاصيل الهندسية بناء على رسم الدائرة أولا تبعها رسم وتمديد الخطوط انطلاقا من وسط الدائرة في هذا المثال رسم أولي لتخطيط رقش زليجي شائع في المغرب يمكنكم بواسطته بواسطة رؤية بنيته الأساسية المؤلفة من دوران مربعين متداخلين يشكل دورانهما نجمة ثمانية ضمن الدائرة وهذا الشكل الثماني الزوايا هو البنية التحتية في أساس مختلف نماذج الرقش والزليج ذات الطابع الشعاعي ما أثار امتباهي خلال بحث ميداني قمت به في المغرب وجنوب إسبانيا في مطلع التسعينيات أن دوران المربعين داخل الدائرة والذي نجم عنه شكل النجمة الثمانية الرؤوس هو الشكل ذاته الذي رسم تقليديا في خلفية كل الأيقونات البزنطية التي تمثل تجل المسيح بعد صعوده كما يشاهد في هذا المثال فبالنسبة لأبناء العصور القديمة كان المربع رمز الأرض مثل ما كانت الدائرة رمز السماء وفي دوران المربع ولقائه بنظيره ضمن الدائرة يتكامل رمز اللقاء بين الأرض والسماء وهكذا اعتمد المخطط الأصلي لأرضية الكنيسة المقدسية التي احتفت بقيامة المسيح بناء على الشكل الثماني الأضلاع الصادر عن لقاء المربعين المتداخلين ضمن الدائرة وبعد ثلاثة قرون من بناء كنيسة القيامة جاء اللقاء للمربعين داخل الدائرة ليؤسس أرضية مسجد قبة الصخرة احتفاء بالموقع الذي عزز الإيمان بالمكان الذي عرج منه النبي العربي إلى السماء أخيرا هناك نقطة تستحق الإشارة إليها حول متتالية لوحات الفنية وعلاقتها بطبيعة الصلة بين تراث الفن البزنطي وتراث الفن الإسلامي ففي هذا المجال نجد أن الصناع والحرفيين والمهندسين في أول لقاء لهم مع تراث الحضارة البزنطية خلال العصر الأموي قاموا بصهر العناصر الفنية البزنطية وإعادة خلق أبجديتها بصفتها لغة قابلة للتكيف في تعبيرهم الفني وهكذا برز ما جد في الفن المبتكر منذ إطلالة فجره في القدس وفي دمشق حتى ازدهاره في أرض الأندلس الأموية ومن بغداد العباسية انتخلت لغة التجريد الهندسي إلى فارس ومنها إلى بلدان الشرق الأقصى حيث تابع ميراث الفن الإسلامي تفتحه وتطوره استجابة لموروثات فنون من اختلف الحضارات أما عن طبيعة المنجزات الطليعية للصناع والحرفيين في العصر الأموي والتي حفلت بها نهاية القرن الثامن فإنها لم تختلف عما سعت إليه وأنجزته طليعة الفنانين الأوروبيين في مطلع القرن العشرين حين أدت أصفارهم صوب التجريد إثر لقائهم بالفن الإسلامي وأنا من جانبي وفي أعقاب الترحال والتغرب أرى أن لقاء بلغة التجريد الفني بعيدا عن الأرض التي تبلور فيها لقاء الحضارات القديمة ليس سوى التعبير عن علاقة الوثيقة بالعالم الذي أعيش فيه بقدر ما هو تعبير عن علاقة بفنون العالم الذي جئت منه وقبل وقبل ختام هذا العرض أود أن أطلعكم بإجاز على الكيفية التي استعرت فيها ما جاء في متتالية في بوناتشي في إنشاء البنية الهيكدية لعمل فني معاصر على خطأ الصناع والحرفيين التقليديين الذين استخدموا المصدر والفرجار ليحكم تفاصيل الرقش فقد تمت كافة التخطيطات الأولية باستخدام المصدر وقلم الرصاص على الورق المسطر بالمربعات في هذا الرسم في هذا الرسم ترون كيف قسمت شكل المربع إلى أربعة أجزاء عمودية تحذ الأبعاد المتدرجة لكل جزء منها حذو فئة من فئات متتالية في بوناتشي وبناء على هذه البنية التي مال قوامها العمودي والتي تحتذي خطوطها فئة أخرى من متتالية في بوناتشي تتقاطع الخطوط المائلة لتشكل المضلعات المتجاورة وفي انقلاب الرسم الواحد انقلابا معكوسا عند الطرف الآخر من تكوينه الأفقي قارب طوله أبعاد ما يعرف بالنسبة الذهبية وهكذا فقد قمت برسم العشرات من التخطيطات قبل المباشرة برسم اللوحة الأولى في متتالية بالقيس أما ما يمكن الحديث عنه بشأن هذه المتتالية من اللوحات فالحق أن لدي القليل جدا مما يتجاوز ما ذكرته عن المكان الذي جاءت منه الأعمال وهنا لا يمكنني أن أضيف سوى أن لحظة وضع اللمسات النهائية على أي لوحة كانت دائما أصعب لحظة واجهتها أمام اللوحة هذه اللحظة بالنسبة لي لا تدنو إلا بعد أن يبدأ نسيس قماشة الرسم بالاختفاء تحت ضربات الفرشات فيما يأخذ جفاف اللون عليها بإثارة الإحساس بملمس جلديا بشري عندئذن أدقه بشفافية الطبقات اللونية كي أتحقق أن نظارة الألوان تماثل نظارة مياه النبع وصفاؤها يماثل صفاء البلور وحالما أبدأ بالإحساس أنني بدأت الغوص عبر سطح اللوحة كما عبر صوح بركة هادئة أو مرآة أدرك عندئذن أن العمل قد اكتمل ومن ثم أراني أفكر بأن لغة الجماليات التي تعلمتها من تراث الفن الإسلامي هي من طبيعة ما تعلمه الصناع المسلمون من التراث البزنطي وأن الاختلاف الجلي والملحوظ بين التراثين يشبه ما بين المكونات الموجودة في عمل الفني اليوم وما بين مكونات التراثين الذين كانا مصدر الإلهام أما عن قصة بلقيس التي قادتني في المقام الأول إلى الخوض في جماليات الشفافية والالتباسات البصرية فآمل أن يتمكن كل مشاهد في نهاية الأمر من رؤية أن اسم بلقيس ليس سوى اللون غير المرئي في متابالية هذه اللوحات وفي اقتدام هذا المأعد اسمحوا لي باقتباس من أحد أقدم النصوص حول التصوير الفني في أوروبا ففي عام 1435 كتب علامة الفن في عصر النهضة ليون باتيستا أليبارتي اعتدت على القول لأصدقائي وفقا لما قاله الشعراء أن مقترع فن التصوير هو نارسيسوس الذي تحول إلى زهرة النرجس وذلك لأن اللوحة الفنية هي زهرة كل الفنون ولهذا تفي حكاية نارسيسوس بغرضنا على أكمل وجه فما هو فن التصوير إن لم يكن الوسيلة التعبيرية التي يتم بواسطتها معانقة سطح البركة حين رأيت لأول مرة هذه اللوحة التي تصور نارسيسوس للفنان كاراباتجو كان ذلك في عام 1961 كانت اللوحة معلقة في قصر باربريني الذي كان يبعد بضع خطوات عن بيتي خلال السنوات الأربع التي قضيتها في أكاديمية الفنون الجميلة في روما ومنذ ذلك الحين لم يغادرني الشعور بالروعة التي تولتني يومها فقد مثلت النوحة بالنسبة لي التشييد الكامل لكلمات ألبيرتي ولئن اتخذ سفري في الفن الاتجاهات المختلفة منذ ذلك الوقت فإنني اليوم وبعد أن قضيت السنوات الأخيرة مركزا على موضوع الشفافية والتماثل وانعكاس الضوء في الماء وما يتألت من التباسات في المرئيات حين أعود وأنظر إلى لوحة من لوحاتي أكون قد وضعت عليها اللمسات الأخيرة أستعيد ما وصفه ألبيرتي بمعانقة سطح ألبيرتي لكنني لا أرى وجهي كل ما أراه هو ما رسمت يدي شكراً شكراً